ما قبل مقتل مهسى أميني ليس كما بعده أبدا فالاحتجاجات الشعبية التي مضى عليها ثلاثة أشهر لم تنفع معها كافة أشكال القمع والاعتقال وحتى إصدار أحكام الإعدام بل وتنفيذ بعضها وهو ما طرح العديد من التساؤلات عن وجود دور قيادي ينظم الحراك الشعبي على الأرض لتكون الإجابة عبر مقابلات وصلت حصريا لأوريانت تكشف عن لعب ما تسمى بوحدات المقاومة التابحة لحركة مجاهدي خلق المعارضة دورا بارزا ومحوريا في استمرار الثورة الإيرانية ضد نظام الملالي نشاط وحدات المقاومة مستمر كل يوم في جميع مدن ومحافظات إيران بالطبع هي أكثر انتشارا في المدن الكبرى تنشط وحدات المقاومة في جميع مناح الحياة من المعلمين والطلاب والمتقاعدين والموظفين والشباب مهمتهم هي تنظيم الاحتجاجات والأنشطة الاجتماعية أصبحت أعمال وحدات المقاومة ونشاطاتها تحظى الآن بشعبية كبيرة وقد ازداد قبول الناس لها لا يمكن للظلم أن يحكم الناس الوحدات التي تضم معلمين ومعلمات وأساتذة جامعيين ونشطاء مدنيين استطاعت أن تجذب الآلاف إلى صفوفها إذ لم تقتصر تحركاتها على الشارع فقط بل إن الأمر وصل إلى الإذاعة والتلفزيون الرسمية حيث تعرضت قنوات مثل الأولى والثانية وجمجم والعالم وغيرها للاختراق وبث شعار الموت لخامناء وتعطيلها مؤقتا فضلا عن الهجوم على أكثر من أربعمائة من سيرفرات وخوادم تابعة للنظام الإيراني الذي لم يستطع تعويض تلك الأضرار حتى الآن بحسب ما أكدته المعلمة نسر المنضوية في صفوف الوحدات إن أحد أهدافنا كوحدات المقاومة هو السهداف آلة الدعاية للنظام ومؤخرا وجهت وحدات المقاومة ضربة قوية لجهاز إذاعة وتلفزيون النظام وتمكنت من خرق التلفزيون الرسمي للنظام لبضع ثوان وبثت شعار الموت لخامناء وتحية لرجوي الزخم الكبير على الأرض في إيران كان لابد من إرفاقه بحملات لتشجيع المحتجين على الاستمرار وعدم الدراجع رغم كل ما يتعرضون له وذلك من خلال حملة نستطيع ويجب علينا التي واجه المشرفون عليها الكثير من المخاطر بحسب ما أوضحته رؤيا التي تؤمن بحكمية سقوط نظام الملالي وزواله لكن الأمر يحتاج لدعم دولي وإصرار وعمل داخلي تحدثنا مع الناس وطلبنا منهم الانضمام إلينا في حملة نستطيع ويجب علينا كان هذا صعبا حقا مع الكثير من المخاطر لكننا نجحنا في أن يكون لدينا خمسة آلاف مشارك في هذه الحملة لكنني أؤمن بالحرية من أجل بلدنا وهدفي هو إيصال رسالة لشعبنا مفادها أن لدينا القدرة على الإطاحة بهذا النظام وكسب حريتنا ثورة شعبية وليست انتفاضة والقضية لم تعد متعلقة بالحجاب فحسب رسالة يصر الإيرانيون على إيصالها عبر هتافاتهم وشعاراتهم وفق ما بيّنته الأستاذة الجامعية فريبا توانا الناس يرددون في شعاراتهم أن هذه ليست انتفاضة بل ثورة وقد سقط في هذه الثورة حتى الآن أربعمائة وخمسين شهيدا واعتقل أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص انتبهوا لشعارات الشعب وهتافاتهم ضد هذه الحكومة لم تعود متعلقة بقضية الحجاب بل أصبحت شعارات الموت لخامنئي والموت للظالم سواء كان شاها أو مرشدا أو الموت للديكتاتور فهل تتمكن وحدات المقاومة من الحصول على دعم المجتمع الدولي للوصول إلى تطلعات الشعب الإيراني بتشكيل نظام ديمقراطي يزيح نظاما ديكتاتوريا لا يزال جاثما على صدورهم اشتركوا في القناة